أبو كان أمين شرطة وتفصل وبقاله أكتر من 26 سنة بيغني وعمل خمس أغاني مع محمد رمضان وما خدش ولا مليم جدته خدت له قرد عشان يغني ومن يومية بخمسة جنيه بقى معاه ملايين إسماعيل الليسي اشتغل شغلانات كتير وجابها من تحت الصفر من شليال لشكاير للدقيق في فرن وبيغسل الأطباق في محل كشري وسوق توك توك عشان يعمل أغنية إلى آيقونة الأغنية الشعبية في مصر إسماعيل أصل من إنبابة ولكن كان ساكن في فاصل كان من الوقت للتاني بينزل على شارع الهرم ويدخل الكبريهات يجرب له فيها كم أغنية ويمشي بدون ما ياخد ولا مليم وقعوبه دابت من اللفة على الكبريهات لحد ما وقعت في سكته ست صاحبة نايت كلاب وكان ليها فضل كبير عليه إنه يغني في الكبريهات وياخد فلوس إسماعيل مرتبط جدا بجدته وكان دايما قاعد عندها وهي اللي ساعدته بقت توديه مركز الشباب والمسارح يغني وكانت داعم ليه على طول لدرجة إنها خدت كاردام البنك عشان تعمله أغنية بيشتغل شغلانات كتير زي إنه بيخسل أطباق في محل كشري وكان بياخد 12 جنيه وكيس كشري عشان بس يحاول يحوش في الشهر 900 جنيه يعمل بيهم أغنية لنفسه أبو كان أمين شرطة وهو عنده خمس سنين وعنده خمس أخوات غيره وهو أكبرهم وكان متحمل مسؤوليتهم إسماعيل كان بيشتغل وأول حاجة بيعملها إنه بيدي أمه 20 جنيه مصاريه في البيت وده لإن أبوه اتفصل من شغله لإنه كان بيمضي ويروح يقعد على القهوة وبقاله أكتر من 26 سنة بيغني بدأ منه هو عنده 6 سنين بدأ يتعلم ويذاكر الغنى ويروح مركز الشباب ودار الأبرة ومسرح البلون عشان بس يكتشف موهبته بعد 4 سنين احتراف في الغنى وغنى مع سليم سحاب في دار الأبرة اشتغل في الأفراح في منطقته في مبابة وكان بياخد يومية 15 جنيه ومن حيث نحظه إن الشارع اللي هو كان ساكن فيه كان موجود فيه فرقة موسيقية بتحيي الأفراح فكان بيروح معاهم ويغني أول أغنية عاملها هي فيلم الأشاش ودي كانت وش الخير عليه ومن بعدها اختار محمد رمضان يغني مسلسل ابن حلال والأغنية حققت نجاح كبير جدا وهو قال إنه اشتغل مع محمد رمضان في خمس أغاني بس ما خدش ولا مليم وما كانش بيسأل عن فلوس ولا عن أجرة كل اللي محتاجه إنه هو يتواجد على الساحة وقال لو كنت طلبت فلوس كنت هاخد اسماعيل في بدايته كان وزنه زيد جدا ووصل لـ 173 كيلو لكن لما ارتبط بزوجته شايماء سعيد لأنها بتحبه طلبت منه يعمل عملية تخصيص الكل بيحسد اسماعيل على علاقته بزوجته وابنه دادة اللي فارق الحياة والكل حزن عليه اللي ما تعرفوش بقى إن مراته كانت بتغني هي كمان وأول مرة قبلته كان في قناة شعبيات قبل ما تبقى ميك أب أرتست وعجب بيها وحبها وكان كل ما يحاول يكلمها تصده وتقوله ما ليش في الكلام ده لحد ما دخل البيت من بابه وخطبها وتجوزه وخلفه دادة رحيل دادة كان صدمة للكل ونهاره من بعده فالكل قال إنه تحسد واللعين جابته الأرض ترجمة نانسي قنقر